كنت بسأل حضرتك قبل ما نطلع فاصل عن من المفترض أن يكون هناك مراقب للحكام في هذه المباراة لأنا كنت تعرفه يعني معرفش هل هي معلومات صحيحة ولا خطيئة حضرتك قولي حضرتك قادرة من الكابتن جمال الغندور كان هو مراقب الحكام في هذه المباراة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر التي خسرها النادي الأهلي بركلات الجزائر تماما يا مباراة كابتن إسلام أي مباراة كابتن إسلام بيتم مراقبتها بمرائب الحكام اللي هو بنو عليه المراقب العام بيقى فيه المنصق العام بيقى فيه المنصق الأمن أحيانا كمان المباراة بيمكن يرقبها تنين مراقبين حكام مش مباراة واحد يعني في بعض المباراة اللي هي الصعبة أو المهمة ممكن تنين مرقبين يرقبوا هذه المباراة وده حصل عندنا في الدول المصر في أكتر من مباراة لما نيجي نقول مباراة مهمة هي بطولة أولا هي مش مباراة هي بطولة وبطولة كبيرة المفترض أن يكون فيه مراقب مراقب للحكام لأن ليه كانت من إسلام ليه؟ أنا برعب الحكام ليه؟ لأنه النهاردة اتحاد المصري افترضني فيه تقرير ليه الفني يتم كتابته في هذا الحكم مزبوط؟ ليه؟ هو أنا النهاردة ممكن إذا الحكم كان كويس ممكن في المرات القادمة ممكن استدعيه تاني ييجي يحكم النهاردة تاني إن هو حكم كويس طيب النهاردة الحكم ده أداءه ما كانش كويس وأداءه كان لا يرتكع على مستوى جراء إذن هنا من اللي بيقول الكلام ده؟ هو مراقب أو مقيم للحكام كون إن أنا محطش مقيم للحكام كان يجب أني على الأقل اللي كان معين لهذه المبراهة كان مقيم للحكام كان مفترض أن يتم تعين أي حد تاني مراقب أو مقيم للحكام الغريب كابتن إسلام من اللي أنا كنت تعاوز أقول حاجة مهمة جداً إن الكابتن سبيل عثمان كان موجود هناك في الإمارات وكان الكابتن توفيق السيد كان موجود هناك في الإمارات بما إن المبراهة ما كانش فيها مراقب للحكام وهم عندهم قدرة إن هم يراقبوا كان ممكن سهل قوي قوي إن أي حد فيهم كان يكلف بإن هو يدير هذه المبراهة أو يراقب هذه المبراهة ويبعد تقريره للجنة الحكام زي ما قلت إحنا بنراقب الحكم عشان خطر من قيمه فنياً لأن أنا النهاردة ممكن أجيبه تاني أو ما جيبهش تاني طبعاً أنا شايف إن موضوع إن أنا مبراهة مهمة ما فيش ميها مقيم للحكام طبعاً خطأ يعني أعتقد ياريت إن اللجنة الحكام فيما بعد بس أنا سمعت إن الكابتن جمال غندور اعتذر هو جمال كابتن جمال غندور طبعاً هو موجود بالفعل هو موجود في بطولة العرب اللي هي موجودة في السعودية وطبعاً هو طالما موجود هناك كابتن إسلام لأنه هو بيبقى مرتبط بالبطولة لأن البطولة طبعاً بتبقى تقريباً لأ معليش تاني كابتن فترة هو مرتبط بالبطولة بطولة العربية لإنشين؟ بيجي لتكليف للشباب؟ للشباب للشباب هو فيه ناك السعودية عاملة بطولة كأس العرب بيختاروا المحاضرين أو المقيمين عام استوى الاتحاد العربي الكبير الجامل كان من ضمن المجموعة اللي تم اختيارها إن هي تبقى موجودة في البطولة وبتالي من الصعب إن أنا سيب البطولة واروح مباراة ومن هنا بقول إيه طالما أنا مش حاضر أروح كان يجب علي أن أنا أعتذر والأخذر يكون بدري لنقدم ساحة للاتحاد إن هو يعين مقيم تاني إن المقيم حيجي هنا من مصر بقول في كل الأحيال حصل الأحوال حصل مشكلة طيب أنا عندي يا كابتن إسلام حدك أنت مقيم الحكام وموجود ردي في دبي حضرتك طيب إيه المانع إن أنا ومسا أنك كابتن إسلام أنت موجود في دبي من فضلك رائب الحكام وهلت لنا تقرير للحكام مكانش في مشكلة خالص ولكن المشكلة إن أنا النهاردة يبقى طاقم التحكيم عندي موجود في مورا كبيرة يا كابتن إسلام وما ينفعش يبقى مفيش فيها مرائب للحكام زي ما قلت مهمة جدا جدا لأن أنا عندي فيه التقارير للحكام تبقى موجودة في الاتحاد لما يحب أرجع أرجع للمقيم وأرجع للمباراة أبقى ألاقي موجود تقارير موجود في الاتحاد إذن إيه اللي حصل؟ طيب أنا عايز أعرف إيه اللي حصل على حد علمي ما كانش فيه مقيم للحكام الآن أريد خبر أنا أريد ما سمعتش جبه إنهم حطوا منصق من الإمارات لهذه طبعا أنا رايح لمنصق الإماراتي ليه طول ما أنا زي ما قلت حدك كان عندي فرصة إنه تاني حقولي اللي كابتن سمينه موجود ممكن يرائب راجل حكم دولي وراجل محلل تحكيمه يعني يقدر إزاي يقيم الحكم كابتن توفيق السيد رئيسة لجنة حكام القاهرة وهو أريد بيرائب فيه الدار ممتاز وبرائب مورات كبيرة كان ممكن يرائب يقيم الحكام يعني ما كانش عدي مشكلة سواء أنا بعت جيب تحدي من مصر أو كنت كلفت الكابتن سامير أو كابتن توفيق بالمباراة ولكن زي ما أقول كابتن إسلام من غير المعقول إن المباراة فيها طولة وفيها أحداث ما يكونش فيها مقيم للحكام زي ما قلنا التحدي الأفريقي لما بيجي يبقى عنده مباراة مهمة أو في غير المباراة بيبقى فيها المقيم الحكام فيها المراقب العام فيها الكوردينيتور كل هذه العناصر بتبقى موجودة في المباراة